يعني مش هقول يعني إيه لألم النفسي لأن ده إحساس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا رب منه يا رب العالمين ده إحساس ممكن يصيب أي حد والإحساس مالوش تعريفات تقدر تجمعه يعني ماهما عاد تقول كتب اللغة بتقول كذا وكتب المصطلحات بتقول كذا وبعض العلماء في الدين عرفوك كذا وأسد التنمية البشرية عرفوك كذا وأسد الطب النفسي عرفوك كذا فهنقعد نقول مصطلحات كتير جدا في النهاية مش هيحسها غير اللي وقع في موضوع زي ده واللي حس بي صح فخلينا نقول إن تعريف الألم النفسي ده مطروك للي انت حسيت بي ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذا الألم اللهم أمين لكن إحنا عدنا بما إني أنا بشوف كده القرآن قال لنا إيه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه فهنقول إن ربنا أقر إن في عكس الطمأنينة عكس الطمأنينة إيه الطراب بيحصل في النفس في وجعة في النفس ممكن يكون بسبب مخاوف من المستقبل مخاوف من حاجات معينة خوف على الأسرة خوف على البيت أو بسبب ألم جالك من كلمة قلت لك من حد أو جرحتك من حد وده بكل وقع في النفس صعب جدا طبع فهل لأن القرآن لما تكلم قال الذين أمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله يبقى داك باب طمأنينة النفس لأن انت محتاج لده يبقى دي باب من باب طمأنينة النفس فيه أمر تاني ممكن يكون الألم النفسي اللي جاني داكت جالي بسبب كلمة قلت لي من حد طب أنا ليه ما حولش الواجع النفسي داكت والألم النفسي دا بدل ما أنا أخلي تصرفات الناس حاكم عليهم ما أنا أعكس شوية أخلي تصرفات الناس زي المرأة اللي بتخليني أشوف نفسي حضرتك قلت لي حاجة دايقتني طب أنا هتعامل معاك إزاي زي ما ربنا قال في القرآن الكريم ادفع بالله تهي أحسن السيئة ولا هقعد أتهم في حضرتك وأقول أنت فيكي وما أقدرتيش مشاعري ما أقدرتيش وأقعد أشغل نفسي بالتهمات للأقل الكلمة دي من غير ما أشوف نفسي أنا أنا تعاملت إزاي مع الموضوع أو يا فندم أفضل أشغل نفسي بإن أأذي الطرف الأدامي فهناخد زنب كمان إن أنا برضو أردله الألم النفسية اللي عملها لي فانتقم مثلا ولا وأحيانا الانتقام بيكون بشراسة وأشد فأنت هتلاقي نفسك إنه فين بعد بدل ما الحق كان ليك بقى عليك وده باب مهم جدا أنت تخلي الأمر انعكاس لأنت تشوف نفسك في تشوف تصرفاتك هتصرف إزاي مع اللي قال لي كلمة دا هتصرف إزاي مع أحد ما أحسنش إليه في موقف هتصرف إزاي ما فيه صفات إحنا تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد السيئة بالسيئة ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فمن عفى وأصلح فجيره على الله فأنا لو معرفتش أسامح أبقى أنا ما فيهاش الصفات القرآنية دي محتاج أبص النفس بقى تاني وفيه حاجة جميلة جدا في القرآن الكريم الألم النفسي احنا قلنا مخاوف وتصيبك بتصيب الإنسان أسأل الله لعافية رب العالمين بأي شكل من أشكال طيب لو أنا بصيت في القرآن الكريم كده إيه الحاجات اللي بتخليني مخافش محزنش هلاقي فيه أيها كده حلوة قوي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا شوف الأوقات دي كلها في كل حالاته ليل ونهار وفي السر وفي العالم فلهم أجروهم عند ربهم ده فين في الآخر يوم القيام طبوا في الدنيا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فربنا سبحانه وتعالى ادى كل عليه وقال لك مش عايز أي مخاف نفسية ثق في الله سبحانه وتعالى ونعلم خليك ذكر لله سبحانه وتعالى عيش مع آيات القرآن وحقق وطبق كده الصفات النبوية فيك خليها تتحقق فيك كده لإن الصفات النبوية أنا هعرف منين الإنسان الحلين إلا إذا حد جهل عليه هعرف منين الإنسان اللي فيه صفة الصدقة إلا إذا كان بيحسن هعرف منين الإنسان الصادق إلا إذا تحط في موقف وكان قدامه يجذب وعشان ينجي نفسه أو يقول الصدق ويراقب الله سبحانه وتعالى ما هي لازم المواقف دي تبين ده فالمواقف هي مرآة الإنسان أنت بتكتشف نفسك من خلالها كل ما يحصل معاك حاجة ببدأ أكتشف نفسي هو أنا الصلاة مأثر فيها أنا القرآن مأثر فيها ذكر ربنا مأثر فيها مطم من نفسه ولا لأ ألاقي نفسي بقى أرجع تاني أقول الذين آمنوا وتطمئنوا قلبون بذكر الله ألا بذكر الله يتطمئنوا القلوب فلو ده ما حصل ليش يبقى أنا محتاج أعيد النظر تاني في علاقتي بربنا يبقى في حبل الصلة اللي بين يبين ربنا تقطع محتاجها الصلة محتاج أشوف كده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لا خوفوا عليهم ولا أم يحزن كانوا بيعملوا إيه بينفقوا ما أنفق وربنا سبحانه وتعالى اللي يشترد في هذه الآية أنهما ينفقوا بشكل كبير ألاف مئات الجنيهات أبدا والله النبي عليه الصلاة والسلام قال تق النار ولو بشق تمر رب درهم سبق ألف در النظرة والكلمة الطيبة صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة تساعد حد صدقة فربنا سبحانه وتعالى فتح الباب وقال تاني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مين يا رب الذين آمنوا يعني آمنوا يعني اطمأنوا بالأجر الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة ترجمة نانسي قنقر